التطور الجديد بالمشهد تقدم يدعم الشعب التقارب اللي صار بين الصدارة وبين تقدم بني على ماذا هل لأنه تقدم صار موقنا أو متيقنا أنه أفلس ولماذا بنيه مع الصدارة هم أربعة احتي ليها طقب طق بعد أن أدرك السيد الحلبوسي أنه لا مناطق من الذهاب باتجاه الإجماع الوطني وأن عملية تغيير النظام الداخلي للمجلس النواب العراقي والمادة 12 حصرا والإتيان بشخصيات لربما تكون بديلة للسيد شعلان الكريم فوجد نفسه مضطر ومحشور في زاوية ضيقة جدا فذهب باتجاه الأخوة في الصدارة وباتجاه السيد المشهداني نكاية بأكيد بسالب فبالتالي اليوم موجودة في هذا المكان وتحركاتها التي حصلت في الفترة الماضية ولقاءاتها مع كبار قادات الإطار التنسيقي والتي كانت للأسف الشديد تغذي الانفصال داخل البيت السني وبعض القيادات الإطارية وتغذي حالة الفرقة والخصومة داخل الإطار داخل البيت السني لربما هناك أهداف ودوافع حقيقة خفية من أجل الإبقاء على السيد محسن المندلاوي والإبقاء على السيد محسن المندلاوي لربما هو قيادة شابة جديدة ظهرت في الإطار التنسيقي تكون أو ترجح الكفة مع دولة رئيس الجزراء سيد محمد الشعر السودان الذي بدأ يظهر نجمه بشكل قوي جدا فالقضية معقدة سيد نجم لا تتوقع أن القضية بسيطة والقضية سهلة فالجميع مدرك لتفاصيل اللعبة ولخيوطها ولمجرياتها فاليوم الذهاب باتجاه هذا طبعا حتى لا يكون هناك يعني أقصاء للسيد الحلبوسي وبالتالي يخرج السيد الحلبوسي كما يقول أخوتنا المصريين من المولد بلحمص فالرجل يعني على ما يبدو أنه يدرك يعني مفاتيح اللعبة السياسية ويدرك ويدرك تماما ويعرف تماما من هي الشخصيات المؤثرة فبالتالي ذهب وأجرى حوارات مكثفة وأقنعوه الكبار الكبار لا نريد أن نقول إلا كما اسميتهم الأباء المؤسسون وأقنعوه بأن يذهب بهذا الاتجاه وهو داعم الآن لسيد المشهداني وبالتالي إذا دعم السيد المشهداني فأنه سوف يكون لربما حضوض أوفر أو حضوض كتلته على وجه الدقة بصدك محمود المشهداني وإنشفاءات القادمة نعم موسيقى موسيقى موسيقى